السلام عليكم اتمنى اكل شي يكون باخير وعلى خير اتمنى كل واحدة تصل الوزن اللي بغيت فقط بالتغذية الصحية وشوية ديال الرياضة ان شاء الله عاد وصلي الوزن اللي بغيت فقط الاكل الصحي هنا درت التنجان معمر بالبطاطا مسلوقة وشوية ديال ماطيشة في الفران جاي سلام درت ديالتشاج فلاشة بلوغ ودرت شفلورته هو فلاشة بلوغ ادخلتهم الفران لماكلها كعائلية يعني دابا ولداتكم عطلة ديروا اكل اللي يكون عائلي وصيفي دابا الحال بدي يسخن ما كان قدروش ناكلو حواج اللي هما طاجين واشي حاجة دابا الغداء ديالي خفيف ضريف وصيفي وكي يشبع غداء اللي هو زوين والديد ومتنوع كما اشتو معايا يعني فقط نوعو شوية من الماكلة ديالنا الدنجاج على هذا الشكل كما قلت لكم ديروا طبقة عائلي كل واحدة هز القياس اللي اياكل وضروري من شوية الشلايت شوية الخضرات شوية البروتينات وهو الغداء ديالكم واجد وزوين هنا فطوري شوية السيتون شوية الشبن وكتخرج لقيت الكرموس دخلته في الفطور ديالي وكتخرج لقيت خفيفة ضريف دستن الغداء شوية الفلفلات للحمر ودير البربا أنها تسلق وقدرت هنا واحد جوج بطاطات يتسلقون شاشة ديال الملحة ومالي نعمر بهم الدنجاج هنا لدي واحد شوية فلورالية صغيرة نقيع بحالة الشكل ونضيليها الخل ونضيليها الماء ونضيليها تقريبين اربع ساعة في الماء والخل ومن بعدها نغسلها مزيان ونضيليها في الماء غليان مع رشيشة ديال الملحة سوف يحتكى يتقرب انه يطيب ما نضيليه شي طيب تايرة نقبض واحد جوج نجالات وعن قطحهم رقاق يعني نضخلهم الفران يعني مش شاعد يتحمروا ما تخليهم مش يتحمروا في الفران فقط ياخذوا واحد يطرخوا لينا باش يجينا سهل نعمرهم بالبطاطا انا قبض مع القصغة زيت البلدية ورقة في الفغيزي وستفت عليها رشيتة وستفت عليها الدنجال وستفت عليها الدنجالات سعجتني الكيمية لا تقضيش وستفتهم في اللطة وستفتهم بالفران ودخلتهم الفران بالنسبة للبنات اللي لا يعرفوش قطعوا الجاج سهل فقط قطعوها كرقيق وضعوا يديكم على طرف الصدر الجاج اما اذا اخذيتوا انا حيث كنت تقضيت الجاج يمتعوا يدخل حهوش وستفتهم صدر الجاج وضعوا يديكم ووزوا بحلاكة ستكتزي الملحة تحتاجوا ايضا وقتعوا بطاطا السنة بعد ان تصف اه هنا الملحة الماء وعندي عليه الملحة ونزيد عليه هذا الشيفلور ما تخليه الشيفلور حتى يطيب يهرى يعني يكون بقي شد راسو حيث بقي عيدخله عيدخله الفران يعني عايزيت في الطياب يعني بحانا نطيبوه الطيبة اللاروب هنا عندي لاشابلوغ اه كان صابوغة في الدار يعني خبز الكارم وكان من بعد كان تحنو وكان دوسو في الصفاية عندي واحد البيضاج وجمع الكبار ديال الحليب عندي شوية ديال اللي بزار وعندي الملحة ونزيد معلقة ديال اللي بمطار ونخلط مزيان مزيان ونبعد عن نضيف الصدر ديال جيد هنا لاشابلوغضرت لي شوية ديال قصبره مع دنوس وحضر ريس ديال التومة وخلطه مزيان مزيان بكي يتنسم انا ما كان ديالش تجاج فتحين الابيض وعاد كان عوض في البيض لا كان دياله هذه الطريقة وكان خليها بحالك نرقده هنا عندي البطاطا عنزيد لي شوية ديال قصبره مع دنوس شوية ديال ريس ديال التومة وعنزيد العطرية شوية ديال تحميرا الكامون وليبزار صافي وعن نمعكم مزيان تقدروا تديروا واحد البطاطا ديال الطون اللي بغى الطون تهوكي يجيزوين واللي ما بغاش البطاطا يعوضها بصدر ديال الجاج اللي يكون مطحون مع العطرية تهوكي يجيزوين اللي بغاش البطاطا ديال بصدر ديال الجاج ولكن وليداتي يبغوا بصدر ديال الجاج بلا شاب بلوغ صافي قدرتهم عمرتهم قبل البطاطا كما تتمعي الانجل لا تجعله يحمر بسهوكي يعني كيس خفب كيس لاوي صافي وقبلت واحدة مطيشة تعانق الطحوم وعندي لهم شوية قصبر ومعد نوس واحدة ووجة مع القصغة ذيال الزيت البلدية وشوية ديالتحميرا والكامون والليبزار وعنخليها مطيشة حتى كطيب وطبط احنا فقط ووجة مع القصغة ديال زيت البلدية كمشتماية وعندي رشيشة ديال تحميرا رشيشة ديال الكامون واحدة وشوية ديال البزار وشوية ديال الملحة وعنغطي عليها على عفية مهيلة نخلي مطيشة ديالي حتى كطبط ونضيف لوحة المعلقة صغيرة ديال موركس طماطم واحدة اربع كاس ديال الماء وصافي ومبعد كنا نحطها في المل اللي عند خلو الفران اللي عند نحط فيه الدنجال وقدرت واحد دريس ديال التومة هنا كنا نقبض دنجال صافي كان نقبض واحد الكيمية ديال ديال البطاطا كلو البهب حلاكة وكنديرها في الدنجال وكلوي عملية اللي هي سهلة كما كلكم تقدروا تديروا الكفتة ديال السدر ديال الجرش نسموها ووضيفوها صافي فقط نستمر على الطريقة تكمل كيمية ديال التنجال نقبض وعندوز داني السدر ديال الجرش نديره فلاشة بلوغ كما اشتماعي ما طيشات القتل ما ديالها نخليها تاني تزيد طيب شوية وهناي الشي فلور ديالي مرة مرة نقلبه كيما كلكم تخليه شي طيب بزاف خليه بقي يشاد راسه ومبعد كنصفيه ونخليه يستكتر ومبعد كندليتا وندوزه في البيض والعطرية وتوماقص بروم الدنوس هنا زلت واحد المعقة صغيرة مركز طماطم وحده 4 كاس ديال الماء ونخليه الماء تغليه وتعاود ومبعد كنديرها في المول اللي يدخل الفران ونستفع الدنجال يعني الغداء يأتي صيفي وهكذا نوعه في الاكل ديالنا يعني ما ندخلوش بزاف اللوحوم حيث من بعض المرات يطلعون لنا اللوحوم يعني كتصفي كتعياه كتتملي يعني عندي الباروة مبعد ما نقيتها ودرتها في كلها جا تبرد هذه السلصة ديال الطماطم تجيب حالها تخلي واش تنشف بزاف حيث بقع الدخل الفران صفيقا نستفع الدنجال ديالي ومبعد كندخلها الفران يعني نقدمو نقدمو الغداء ديالنا عاد نديروها الطيب يعني تقدروا تديرو هذه العملية وتوجدو كل شيء وخليوها في تلاجة تتقربوا انكم طيبوا ودخلوها الفران من الفران حطوها الاكل ولا اللي بغاء يدير شوية الفرماج من الفوق يديرو محنا دايبين الريجيم الاحسن نبعدو على الحاجة اللي فيها الدهنيات كمشتو الطبق لانه جعلات شكل هذا فقط لانه نفس اللطة اللي درت فيها الدنجال يعني نفس ورق سلبيغيزي فقط نمسحته بذيك الملحة يعني نفسه عن استعمله يعني ما نحتاج لاش عنده الورق سلبيغيزي اخر صافيو هنا كنقبط صدر يلتجج عنده وزوف لاشابلوق نحطوه في اللطة اللي عدخل الفران كمشتو معي عملية اللي هي سهلة كمشتو معي بزاف انا كنستعمل الفران في الاكل دينا وكاكي يجي ماكلة ناشفة وصحية انتو ما كتشوفوا صافي كنستفاك في اللطة ومن بعد كن ندوز الشيف لور صافي كنستمر على الطريقة هذي يعني يصدر ديال الدجاجة واحدة ركد عدتكم كيمية اللي هي كبيرة ندرت بيضة واحدة شوية ديال تحميره شوية ديال كامو شوية ديال إبصار ندريس ديال التومة شوية ديال قصبره معدنس وندوز فيها الشيف لور ندوزه على الشكولادة وندوزه في اللطة كي يجيزوين مقرمش مبرا وطري من الداخل هكذا تبدله شوية حيث كي يقلي في الزيت ولكن نحن نبعده نهائيا لحاجة اللي مقلية في الزيت كي مشتو معي على تشكل هذا صافي كندوزه وندوزه في اللطة ومبعد كنحطه في نفس اللطة اللي عددخل الفران اللي احطت فيها الصدر ديال الدجاجة لا يأخذش وقت طويل ضغياره صافي كتلبسوها مزيان مزيان بحالها تشكل هذا صافي احطوها في اللطة ومبعد دخلوها الفران هي والدنجال وصدر ديال الدجاج دابا الحال سخن يعني كنقلبو على ماكلها كالي كتكون صيفية وكتكون خفيفة يعني انسان ما يقدرش يقول يعني المرقى طاجين يعني وخات طاجين انا كنديرو تهواريجين ولكن دابا الحال سخن يعني كنقلبو على حاجة اللي تكون باردة صافي بقيت بحالكا حتى كملت الشيفلور من الأحسن شري وراس صغير باش ما يبقاش لي كمكفة اللاجة ويخسر انا الكشي اللي كان دير كان شري راس صغير كان استعملوه يعني مرة واحدة صافي يعني باش ما يبقاش عندي كمكفة اللاجة كمكفة اللاجة انا قبضت معلقة زيت نباتية صافي ودهنت شوية باش ما يجيش ناشف يعني غادة هنا خفيفة صافي وكما قلت لكم تطبيقوا تحطوا الغضاء تكونوا موجدين شلاضة موجدين كل شيء دخلوا الدنجل ديالكم وصدر ديالجج ديالكم اي طيب في الفران هنا بعد ما ادرت لطا ديالك الطيب الفران دائما كان اقول لكم ويجدوا شلاضة ديالكم نشفوها وديروا لها بابي الكاغط ديال المطبخ وراكا تبقى لكم 10 ريام الخص فقط تديروا ليلة تشكلها بيديكم بحركة تقطع كي يكون احسن يعني شلاضة ما تقطع بالموس كي مشتو معي على تشكل هذا كدي شلاضة زوينة وما تعكزوش دابة الحال سخون دائما الخصك يكون عندكم موجود في الليل جاكم الشوع ديروا تفصل ديال شلاضة وكولوها يعني اصلا دابة الحرارة شلاضة كتبرد يعني كتاكلوش حاجة باردة ومنعيشة اصافي قدمت شلاضة ديالي لا تشكل عادي شي ديال الفجل فجل دائما نقطعه يكون رقيق في شلاضة بشتال الوليدات يأكلوه متقطعش يكون غليط صافي ماطيشة والبصلة يعني عادي شلاضة مغربية عادية صافي حتتها لاتشكل عدال كانت بردز في تلاجة صافي كندر شوية الخل شوية الزيت والملحة صافي كنقدمها وطالبصلة قطعها رقيقة وطالبصلة لتشكل عادي صافي عادي وطالبصلة 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 كي يجيب نين وولديت كيمكن بغيته تديرو شوية الفرماج ديروه ولكن بنسبحنا بغينا نقص الوزن بلاش بل ما نديرو الفرماج هذا هو غدئ ديالي كيمشتو معي تنوع يعني طبصل كي يشاهي يعني كلية الحمدولله كي يشبه لان كل حاجة كنهزوم منها شوية المهم البرحة لم اشاركت معكم بتفشي فيديو حيث وليداتي كانوا يخرجوا يمشيوا الابيسين وخرجت معهم بعد سنة تغذينا براية كان بدلوا شوية الجو دابل وليدات عطلة صافي خديت الحوت على البلانشة يعني مشي مقلي وخدينا بايلة وليداتي يخذوا تاني اللي اذا كشي اللي بغوا يواده وغدايا خليتكم الراحة اتلاقوا فيديو جديد